موسيقى 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 حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا الصباحية لهذا اليوم وبعد قضاء فترة طويلة من الترفيه خلال الإجازة الصيفية ومع اقتراب العودة للمدارس تبدأ مخاوف الكثير من الطلبة حيال التأقلم من جديد مع المدرسة والدراسة الأمر الذي يتطلب من الأهل تهيئة أبنائهم الاستقبال العام الدراسي الجديد بحماس وتفاؤل للحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بظيفنا الكريم في الأستوديو نرحب بالأستاذ عبدالله درويش مدرب تنمية بشرية أهلا وسهلا صباح الخير أستاذ عبدالله كيف الحال؟ مقبلين إن شاء الله على الأسبوع المقبل بإذن الله انطلاق العام الدراسي الجديد وفي خضم هذه الأوقات الاستعدادات من الزي المدرسي من الأدوات المدرسية يمكن عشنا الجو قبل العام الدراسي فعليا قبل ما يبدأ فما أهمية هذا الاستعداد المسبق سواء للأسرة وحتى للأبناء الطلبة على مختلف مستوياتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلاة السلام على رسول الله فعلا بداية عام جديد وهذه البداية مهمة للجميع صحيح؟ يعني مؤسسات الدولة تعمل على قدم الوساق الأسر تعمل على قدم الوساق الطلبة يعرفون أنهم مقبلين على عام دراسي تكمن أهمية الشيء من أهمية أبنائنا عندنا أنت كيف تصنع أبنائك أنت اليوم لما تحضر أبنائك للمدرسة وتهيئهم لأنه هو أبنك مهم بالنسبة لك كيف يعني؟ أنت تريد تصنع هذا الأبن عندك أحلام وآمال مرتبطة فيه الأبن هذا نفسه يبقى يوصل لمرحلة من المراحل اللي هو يعتمد فيها على نفسه ينجز يكون عنده يعني مخصصات مالية خاصة فيه هو هنا عايش كل عالمة الوالد والوالدة هم اللي يهتمون فيني هم اللي يصرفون علي هم اللي طيب متى أكون أنا معتمد متى أنا أكون مثل أبوي متى أكون مثل أمي متى أنا أعتمد على نفسي يتخلص من الأتكالية أتخلص من الأتكالية لازم توصل لرسالة أن المدرسة بداية هذه الخطوة أن أنت إذا تبقى تخلص من الأتكالية إذا أنت تبقى تعتمد على نفسك إذا تبقى تسقل شخصيتك تتعلم مهارات هذه أكلها في المدرسة فنحن نبدأ معاه في هذا الشيء بس كل واحد على حسب عمره وعلى حسب فهمه صحيح كل واحد مثلا نتخل من باب معين إذا ييت أنا لطفل عمره أربع سنوات بيدخل مرحلة ما قبل المدرسة أو الروضة يمكن صعب عليه أن نقول أنت عشان يكون عندك ملاء ما يفهم هذه الرؤية لكن يفهم فرحته بالشنطة ربما والزي المدرسي فرحته بالشنطة فرحته أنك أنت بسير بتلعب بتتعرف على ناسي داد فرحته أنه بينتقل بيعتمد على نفسه نحن وايد نلاحظ أن كثير من أبنائنا يرفضون أن نساعدهم لأنه عندك تكوين شخصيتي يفرض نفسه أنا خلاص كبرت وأنا قادر بالضبط نعم لكن أستاذ عبد الله هذه الخطوة لنحو المستقبل من خلال الدراسة جميلة هناك الحماس وهناك الاندفاع والسعادة لاستقبال العام الدراسي الجديد لأبنائنا ولكن الروتين خلال الإجازة الصيفية يعني كان يعني فيه أريحية وخالي من القيود وخالي من الارتباطات لكن نعود الآن لروتين جديد لنظام جديد وهنا يمكن تكمن الصعوبة الفرحة موجودة والحماس والتفائل موجود لكن الانضباط لاستقبال العامل الدراسي الجديد كيف نوازن ويعني نعدل من هذه الساعة البيولوجية لدى الأبناء ممتاز أول شيء نحن إذا نلاحظ حياتنا يعني لو دقيقة بس نفكر أننا نحن كيف نضام حياتنا على فكرة نحن فيه كثير من الأشياء الموجودة في حياتنا تساعدنا على الانضباط كيف تساعدنا على الانضباط أصلا نحن كأولياء أمور نداوم يعني حتى لو أبنائنا طلعوا إجازة ونحن طلعنا إجازة وإجازتنا نحن أكثر عنهم فنحن نداوم هذا واحد من الأشياء الانضباط وأبنائنا يشوفون أننا نحن سايرين ورادين بالرغم من أنهم يجازوا موجودين في البيت الشيء الثاني نحن عندنا التزامات اجتماعية التزامات أسرية حتى في موضوع الصلاة والعبادة أنت عندك أوقات أنت مرتبط فيها منضبط فيها صحيح صلاة الفجر صلاة الظهر أنت يوم تعلم مثل هذه الأشياء أنك أنت تنضبط في صلاتك تنضبط في علاقاتك الاجتماعية تنضبط حتى في الأشياء أن هناك قوانين معينة قوانين أنت منضبط ومنلتزم فيها المدرسة وحدة منها جميل أنك أنت تصير المدرسة هذه وحدة منها لذلك أننا لازم نكون حازمين في موضوع الذهاب إلى المدرسة بعض الأولياء الأمور يكونوا وايد متساهلين ويعتبرون الإجازة أني أنا بلا قيود بلا انضباط بلا التزامات حرية مطلقة حرية مطلقة يسهرون ليل فجر وبساعات بعض الأبناء أنا أكلمهم مثلا أقول لك كيف كان تجاستك يقول والله أنا أواصل لي الظهر ليش تواصل لي الظهر هذا يضرب صحتك يضرب تركيزك ممكن يطلب منك مهمة معينة لا تقدر تسير لا مثلا عندك موعد في عياد لأنك أنت مواصل لا تقدر تسير إذن يجب تهيئتهم بشكل مسبق حتى لا يكون التغيير بين ليلة وضحاها بالضب كيف يكون هذا التهيئة كيف تكون هذه التهيئة نحن نمشي على المرحلة الأمرية طبعا في موضوع اللعاب والأنشطة في موضوع في السهر في موضوع في الربط بالأهداف خلنا نيلها وحدة وحدة نحن كثير من أبنائنا مندمجين في الألعاب الإلكترونية والسهر عليها والبرامج الحديثة طيب هذه البرامج نقلل منها نقلل منها بالتدريج يعني خلنا نفترض إذا أنت تعطيهم ساعتين في اليوم نخليها ساعة ونص بعدين نخليها ساعة بعدين نخليها نص ساعة نغير التوقيت إذا هم كانوا يلعبون في المساء أو في الليل نقول اليوم نحن بأن نرقدموا وقت وباشر الصبح تقدر تلعب طيب ليش ما أسهر؟ لأننا نحن من الأسبوع الآخر يبدأ دوامنا نحاول أن نعدل أرقادنا شوي شوي بعدين هناك شيء مهم التدرج أو التدريج في أطاع الأوامر يعني ما في شيء اسمه نفس اللحظة غالبا الطفل بيرفض أو بيعاند أو ما بيتقبل أو بيطلع لأي حجة يعني مثلا إذا نحن نبقى يرقد الساعة 10 نبدأ ويوم الساعة 8 بعد شوي دهيئة جو المنزل ككل يعني مش أن الأهل عايشين وأنوار يعني بالضبط وإزعاج والتلفزيون شغال وأنه نطلب من الطفل يروح يخلد للنوم لازم يكون البيت كله على نفس الإيقاع البيت كله لازم يشارك والبيت كله نحن يحسين نهيئ كيف تباهو يرقد والإزعاج موجود والأنوار شغالة وما تعشى بعد ملابسه مبجاهزة وهو بعد يلعب أستاذ عبدالله لو ما رأيك أن في فكرة إشراك الأطفال مثلا نحن مقبلين على عام دراسة جديد ما هي الأمور التي تحتاجون تغييرها كيف سيكون الجدول مثلا اليومكم وهم يقترحون مثلا النظام المعين والأمور التي سوف تتغير وبذلك تكون فكرتكم وفكرتهم هم وليس أمر مفروض عليهم هل هذه الطريقة تنفع مع الأبناء؟ أمية بالأمية هذه الطريقة التي تناسبهم أمية بالأمية لأن الحوار ومناقشة الأطفال والأبناء في الأشياء التي تناسبهم في الأشياء التي يحتاجونها بعض الأوقات أنا أتعرف على مخاوفهم أو القلق الذي موجود عندهم من خلال الحوار والنقاش من خلال الاتفاقيات التي مبيني ومبينهم حتى أنا ممكن أن يكون بيني ومبين التفاقية واللتزم فيها مثلا اليوم إذا أنت خلنا نقول نمت من وقت الصبح أنا أزيدك ساعات الليب اليوم خلنا أنا وعدك بطلعة مثلا نطلع ونستانس ونستمتع لذلك لازم يكون عندنا بدائل ولذلك لازم يكون عندنا حوار مع أبنائنا لذلك لازم يكون عندنا نحن أساليب متنوعة يمكن أن الأسلوب الأولي تعامل فيه مع أبنائهم لا نفع وياهم الأسلوب الثاني لا نفع يمكن هم لا يرغبون يمكن ساعاتهم يبتع في الزونة أو ربما نضع لهم هدف عند الصباح مثلا رحلة معينة أو مشوار معين يعني أننا عندهم مهمة لأجلها يعني يستيقظون بشكل مبكر ذكرتيني أنا فترة من الفترات عندي واحد من عيالي كان يقول لي بروح البحر فأنا أبا أن يتخلص من هذه رقدة بعد صلاة الفجر فقلت له تبسير البحر ما عندي مشكلة بعد الصلاة قال لي بعد صلاة قلت بعد صلاة الفجر قال لي وهايد مو وقت قلت له ما علي هذا وقت البحر جاء بارد وهدوء وما في حد وتستمتع وتأخذ وقتك وأنه يكون مقتنع أهم شيء وأنه يكون مقتنع هو الحين عنده هدفي يحققه أنه يسير البحر طيب هم مرتبط أني أنا ضحي بالنوم كيف تكربط جدولك وإذا شفت عمرك مستعد فأوديك بعد الصلاة جميل إذن جميل يعني وضع مثل هذه الأهداف للأبناء علشان هذه أهداف بسيطة ولكن الحياة تطلب الأهداف بالتأكيد ويتعلم خلال هذه الممارسة نعم الاستعداد للمدرسة يتضمن أغراض المدرسة القرطاسيات الشمطة والزي المدرسي وما إلى هذه الأمور بعض الآباء والأمهات يحرمون أبنائهم من خوض هذه التجربة يقول لهم الأشياء جاهزة هل مهم أن نأخذ الطفل للاختيار هذه الأمور أموره الشخصية ومستلزمات المدرسية ضروري أننا نأخذهم لأن هذا الشيء يخصه لازم هو يشارك فيه لازم هو يحضر أقل شيء أنه يجرب الملابس يشوف الأجواء يشوف أنه ليس به روح اللي يستعد للمدرسة كل العالم يستعد للمدرسة العلم على اتخاذ القرارات بسيطة كذلك بالضبط تعلم على اتخاذ القرارات تعلم أنه يقول نعم أو لا أنا هذا اللبس مناسب لي أو غير مناسب ويتعلم أنه في وقت الزحمة وفي وقت الانتظار أبوي ومي كيف تصرفون هم قادرين أن يساطرون على أنفسهم قادرين أنهم يتعاملون مع الموقف لذلك لازم نكون حذرين في الجمل اللي نحن نطلقها إذا صارت لا سمح الله أي مشكلة فيه مكان أن نأخذ اللبس أنت لما تنتقد المدرسة وتنتقد الترتيب اللي موجود وتنتقد الزحمة شو يستعلمه تعلمه أن أنت بعد أن تنتقد أي شيء أن المدرسة هذا إزعاج أن هذا عبع على كاهلنا بس لما أنت تتي وتتصرف بحكمة لما أنت تتي وتنتظر وتحترم الدور أنت يستعلم أمور في الحياة صحيح وهو يس يشارك معاك وهو مستمتع في هذا الجزئية فالضروري أننا نأخذه أرجع لموضوع القرطاسية القرطاسية تغيرت فكرة التعليم فلازم تتغير فكرتنا حتى في موضوع القرطاسية اليوم ما عادت الأوراق والأقلام مطلوبة بهذاك الحجم الكبير صحيح صار التعليم عن الكتروني صارت الكتب الكترونية فنحن أول شيء نجلس معهم ونحدد احتياجاتنا بالضبط الشيء الثاني لما هو يطلب شيء نقول له ليش تريد هذا الشيء ونناقشه يمكن أنت ما تحتاجه يمكن أن تحتاجه طيب ليش في هذا من هذا النوع أنت بالذات تبع بعض الأوقات نناقشه حتى الميزانية مثلا هو يطلب شنطة غالية مثلا نقول له لا الميزانية المخصصة للشنطة مثلا هذا المبلغ ونوفر للبدائل نحط له خيارات 100% ونحط له خيارات وأنا دائما أقول لأبياء الأمور ونوياهم أنه شوي نصبر على عياتنا نصبر عليه شوي عطف فترة أنه يتعلم أنه يأخذ الوقت أنت هذه الفترة ما رح تتعوق كل مرحلة عمرية كل سنة دراسية أنت تتعلم كم من المعلومات والمهارات والحياة الاجتماعية يتعلمها منك فقط لمشاركة معك جميل نقطة أخرى أستاذ عبدالله استعداد الأبناء للمدارس قد ترتبط بعض الخبرات السابقة ربما تكون سيئة لبعض الأبناء تمنعهم من العودة للمدرسة مرة أخرى والعودة لمثل هذه الضغوطات والممارسات ربما يتعرض الطفل في المدرسة للتنمر ربما مثلا في ذاكرته هناك مواقف معينة حصلت فكيف نساعد على تخطي مثل هذه الذكريات السيئة وأن العام الدراسي سيكون إن شاء الله أفضل وكذلك إذا كان هناك أطفال يتنمرون على غيرهم كيف نوعيهم بهذا التصرف أن هذا التصرف تصرف خطأ وأن لا بد من أن نكون علاقات سليمة وصداقات صحية يعني ما بين الطفل المتنمر والطفل المتنمر عليه كيف نمنع هذه الظاهرة في المدارس شوفي موضوع موضوع أننا الأبناء عندهم ذاكرة سلبية أو أشياء معينة مرت عليهم في شيء يسمونه نقاط التعلم كل موقف نحن نمر فيه في حياتنا يشكل عندنا عن خبرة والشي الجميل أن نحن نتعلم من الخبرات السلبية أكثر من الخبرات الإيجابية فنحن أني عند أي خبرة سلبية طيب الشي الجميل إذا نحن كان عندنا حوار اللي تكلمنا فيه قبل شوية إذا عندنا حوار مع أبنائنا راح نكتشف كثير من المواقف السلبية اللي هم يمرون فيها طيب لا تبادر وتشتغل على عيالك نصايح 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 لا أسمع منه بعدين نشوف شو النقاط اللي هو ما يريدها بعدين نعطي نقاط التعلم من خلال أنك أنت تأخذ الكلام منه كيف دعونا نعطي مثال إذا يا واحد من أبنائي وقال أنه يضربوني في المدرسة طيب وأنا لا أريد أن أذهب إلى هذه المدرسة طيب نبدأ نناقش معه كل اللي في المدرسة يضربون كل مبكلهم بس بعضهم يضربوني طيب كم واحد يعني واحد اللي يضرب كانوا كلهم بعدين نستوه كم واحد بعدين نستوه واحد طيب فشو اللي طيب أنت شو تسوي له يضربني وأنا أخلي طيب تعال شو نقدر نسوي وكيف نتعامل معه شو الشي اللي أنت أنا حين هنا سعلم نقاط التعلم أقول لنا مثلا كيف تمنعه بضرب لا لا تضرب تتذي أنت صرت مثلا الحين طيب في فرق بين أنا أضرب وفرق أن أمنع أنه يضرب كيف أمنع مثلا يودي دي صحيح لا تبين لأنك أنت ضعيف أو بشكل مباشر لا تضربني أو بشكل مباشر لا تضربني أو أنك أنت مثلا تصير عند الأستاذ في أكثر من طريقة أنت تعلم فيها في طريقة أنك أنت تعلم أنه يكون حازم أنه يقدر يدافع عن نفسه يمسك إيده في موقف أستاذ عبدالله ربما مر علي أنا شخصيا بسبب التنمر على الأبناء وكان بالفعل في طفل يتنمر على أحد الأطفال لكن طريقة حل المشكلة كانت جدا بسيطة يمكن يستفيدون منها السادة المشاهدين أنه هدية للطفل المتنمر وكانت الرسالة بأن هذه الهدية من هذا الطفل أنه يحب أن يكون صديقك في اليوم الثاني انتهت هذه المشكلة بشكل نهائي وأصبح وأصدقاء وانتهت المشكلة بالعكس أصبح يدافع عنها بدل ما كان يتنمر عليه مثل هذه الحلول البسيطة هم في النهاية أطفال ويمكن إقناعهم هم غير مدركين أكيد بهذه السلوكيات التي يقومون بها كذلك الهيئة التدريسية والإدارية في المدرسة لهم دور وأهمية أن إذا كان الطفل يعاني من بعض الضغوطات في المدرسة أو المخاوف أن يكون أولياء الأمور على علاقة بالإدارة المدرسية والهيئة التدريسية كذلك شوفي من أهم الأدوار صح أن أولياء الأمور لهم دور ودور كبير 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 بس الهيئة الأكاديمية المدرسين الهيئة الإدارية لهم دور كبر كيف لأنك أنت موجود مع هذا الطفل من الصبح لي الظهر بدون ولي أمر بدون البيئة اللي هو مرتاح فيها اللي هو البيت بدون ما يكون عنده يعني منفذ غير كنت فهم أصبحوا أولياء الأمور بمثابة أهلهم في المدرسة المية بالمية فأنت هنا تقدر أنك أنت تعطيه دافع إيجابي وتقدر تحميه وتقدر تعطيه احترامه وثقته في نفسه وتنمي قدراته إذا أنت عطيته جزء من الاهتمام إذا أنت الاحترام بين الجميع إذا أنت حافظت على موضوع القوانين إذا أنت عزست قدراتهم ومهاراتهم إذا أنت اكتشفت بعض الأشياء فيهم أتذكر أنه واحد من الطلبة كنت أتعامل معه كان عنده مشكلة في اللغة فدائما كان يقول لي أنا فاشل أنا ما أنجح أنا ما أقدر أنا بعدين اكتشفت أنه عنده مشكلة في اللغة لأنه كان صامت ما يتكلم فالصعب أني أنا أكتشف موضوع اللغة عنده أنا يخجل من هذه المشكلة يخجل من هذه المشكلة لما بديت أتكلم معه في أنه أنت عندك إنجازات أنك أنت تنجح أنك أنت سويت مشروع معين أنك أنت سلمت في الوقت المحدد بدأ هو يلتفت للجانب الإيجابي الإنجازات اللي هو يسويها أنه عنده أشياء ثانية غير موضوع اللغة نعم بعدين لما تواصلت مع ولي أمر الطالب هذا قال لي له لأنه عنده مشكلة لغة أعرفت أنا المشكلة موين إيايا المشكلة إيايا من البيت أن البيت يشوفون مشكلة اللغة عند الطفل هذا أو عند الشاب هذا اللي كنت أتكلم معه يحسونها مشكلة مضخمينها كوي نظرة مضخمينها وصلت رسالة له هو استوعبها وقبلها وعاش في إطارها لما يا شخص ونفض الغبار عن هذا الموضوع وقال لي لا أنت موضوع اللغة تتعلمه مع الممارسة مع التعلم ويمكن لا تحتاجها في جانب من الجوانب لأنك أنت مثلاً إذا مطلوب منك مشروع تخلص وسلمة وليس مطلوب أنك أنت تعرضها فأنت لا تحتاج اللغة في هذا الجانب لماذا تخفق في الجانب الثاني؟ أستاذ عدد الله نقطة مهمة أن دائماً الأبناء ينظرون للمعلومات التي يتلقونها من والديهم من المسلمات وأنه هذه الصح ولأنهم المصدر الأول لتلقي المعلومة أهمية الأهل أن يعززوا من ثقة أبنائهم في أنفسهم وعدم مثل هذه القصة التي ذكرتها تحطيمهم أو أبراز عيوبهم أو تضخيم هذه العيوب أهمية تعزيز الثقة في الأبناء حتى ينطلقون بثقة عالية وحماس لعام الدراسي الجديد والنجاح بأذن الله هذا الشيء وعيد مهم لأن أنت لا تنظر للمشكلة على أنها هي مشكلة ولا تنظر لـ 1% مقابل 99% أنت إذا عندك مثلا أي مشكلة إذا نظرت أني أنا كيف أقدر أتعامل معها كيف أقدر أحلها كيف أخلي أنه ينجز من خلال هذه المشكلة يعني مثلا لما يقولي والله أنا عندي مشكلة في اللغة أنا أقول لأنا أنا مو مشكلة تحدي نقدر نحن نساعد كيف تعال خلنا نقول كيف نقدر نحن نتغلب على هذا الموضوع جميل كيف نحن نقدر نساعد شو المطلوب مني وأنت شو بتسوي لأنه بعد ما يكون التكالي يرمي كل شي على ظهري صحيح أنه بنفسه يحل مشكلته بنفسه من منظوره وهو يبحث عن الحلو وطننا نداعم له نعم في نهاية لقاءنا أستاذ عبدالله نصائح سريعة لأستاذ المشاهدين لاستقبال العام الدراسي الجديد أنا أقول أول شي أن أبنائنا هم أمل هذه الدولة وهم أملنا نحن وهم اللي نحن يعني ننتظر المستقبل منهم بشكل إيجابي صناعة أبنائنا معتمدة علينا كيف نحن ندعمهم ونساعدهم كيف نحن نبعدهم عن التكالية كيف نعطيهم الخطوط الأساسية ونخليهم هم يتحركون المساحة اللي هم يتحركون فيها جداً ضروري أن يكون نحن موجودين كدعم مش موجودين كمراقبين كمرشدين بالضبط نحن نكون مرشدين لهم ونعطيهم مساحة وما عندنا مشكلة مع الخطأ نحن نحاول أنه ما يكرر الخطأ بس إذا أخطأ ما عندي مشكلة أنا أخطأ وغير يخطأ وأبنائي يخطؤون وما عندنا مشكلة لكن الأهم أن يتعلم من أخطأ 100% بالتأكيد نتمنى إن شاء الله للجميع عام دراسي موفق وكذلك لأولياء الأمور ساعدنا بالحديث معاك اليوم وشاكل حضورك ومشاركتنا كل الشكر والتقدير لأستاذ عبدالله درويش متدرب تنمية بشرية شكراً جزيلاً شكراً